نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة أمس مبادرة مجتمعية في واجهة المجاز المائية تحت شعار اكتشف السعادة بالتعاون مع البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية وفي إطار احتفالات الغرفة باليوم العالمي للسعادة الذي يصادف العشرين من مارس من كل عام وتضمنت المبادرة التي تولى تنظيمها مركز السعادة والإيجابية في الغرفة العديد من الفقرات التوعوية والأنشطة الترفيهية والرياضية الهادفة للتعريف بمبادرات ومحاور البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية وقال عبد العزيز محمد الشطاف الرئيس التنفيذي للسعادة والإيجابية في غرفة تجارة وصناعة الشارقة إن المبادرة تأتي انسجاما مع رؤية القيادة الرشيدة للدولة وترجمة لمساعي الحكومة الرامية لجعل السعادة والإيجابية أسلوب حياة والهدف الأسمى للعمل الحكومي وروح حقيقية توحد مجتمع الإمارات ترجمة نانسي قنقر